وعندما يجتمع الشغف والحب لرياضة لعبة الكريكت في الكويت حتما ستشاهد متعة هذه اللعبة المشهورة عالميا والتي تعد الأولى عند دول الهند وباكستان وأستراليا فمن الوهلة الأولى نناحض رمي الكرة بين فريقين يتلفسون عبر 11 لاعبا منهم رمي الكرة وخصمه رجل المضرب والذي يحاول صد الكرات هذه الأجواء الرياضية الحماسية كانت تحت ما ظلت نادي الكريكت وبتنظيم رائع ومميز من نادي المصارف والذي نقل هذه الرياضة لموظفي البنوك في دور قوي تنوع أبطاله في كل عام فبعد مباراة استمرت لأكثر من أربع ساعات توجه في مسك الختام فريق البنك التجاري باللقب وعلى حساب فريق بنك بوبيان أحب أني نادي مصارف الكويت على نجاح هذه البطولة واليوم اختتمت صراحة بفوز بنك التجاري وأقول هارد لك لفريق بنك بوبيان جدا استمتعت جدا تشوقت لأن أجرب مثل هذه اللعبات إن شاء الله في المستقبل لها اهتمام كبير أشوف يعني من شاء الله اليوم المنشأة هذه صراحة جاهزيتها والموظفين اللي فيها صراحة أعسى أن أعطي ألف عالف فيها اتحاد الكويتي للكريكت المنشأة جدا ممتازة صراحة أعتقد أنها ثقافة رياضية رائعة بتفاصيلها الشيقة للعبة الكريكت شاهدنا لعبين مميزين من فرق البنوك قدموا تنافسا رياضيا ممتعا حيث أصبحت اللعبة محط أنظار الشباب الرياضي بين فرق البنوك والله تنافس قوي بين بنك التجاري وبنك بوبيان وحتى أهل المتحد بس يعني فريقين ما شاء الله عليهم عندهم الروح وعندهم فن اللعبة والفايز يعني الحمد لله اليوم بنك التجاري تتوج ببطولة كريكت نقول لألف مبروك نشكر نادي اتحاد المصارف ونادي الكويت للكريكت على تنظيم هذه المباراة وأشكر الفريع على المجهود الكبير اللي عمله صراحة كانت مباراة صعبة بس الحمد لله تتوجه بالفوز بعد كم سنة يعني جميل أن تنقل هذه اللعبة المشهورة بالعالم إلى الكويت من خلال دور قوي لنادي المصارف وباهتمام كبير من نادي الكريكت الكويتي والذي يسعى لنشرها بين الألعاب الرياضية راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت